كابتن بلال من وجهة نظرك احنا عايزين نعالج لان فترة اللي جاية فترة مهمة جدا النادي الاهلي مقبل على مبارتين في غاية الصعوبة وفي غاية الاهمية الرجاء المغربي دلوقتي اسباب الخسارة من وجهة نظرك وازاي نتلافى الكلام دوت اللي حصل والاختار اللي حصلت نهاردة في ماتشين الرجاء طيب خلينا كابتن في العقول اقول لك ان ده واحد من اسوأ الماتشات اللي لعبها الاهلي في المسلمين تلاتة اللي فتو تمام سيبك من نتيجة النتيجة وارد انك تخسر وارد انك تتعادل وارد انك يعني ممكن اللي خسر قبل كده ما تشاهد وكان في حالة افضل من كده بكتير جدا جدا انا مش مع فكرة يعني اللي جات قلبا وقالبا يعني مش عايز حط دي مبرر للأداء النهاردة انت استراتيجية الأداية اللي اختلفت عشان كده تلع شكلها بالشكل ده بالشكل اللي مش بتاع النادي الاهلي هل الهدف المبكر وارديت الملعب هما السبب؟ طيب ايه القلبة؟ الفرقة الكبيرة لا تغيرش السيستم بتاعها الستايل بتاعها طريقة اللعبة بتاعها انت الهدف في دي اية تمانية هل الدي اية تمانية تخليك النهاردة انك تلعب كرة طولية من دي اية عشرين شوط تاني؟ لا لا تمام لا النهاردة في لعيبة بعيد جدا على المستوى التاح علي معلول بعيد عن مستوى النهاردة ايمن اشرب بعيد عن المستوى لما سألتني ما بين الشوطين ايه اللي ممكن يحصل يبقى فيه تغييرين حسين الشحات وحمد عبدالقادر من بداية الشوط التاني عشان مش مجد افشل يخرج غيرته حسام حسن يبقى بلاي ميكر واثنين سراء يعرفوا يعملوا حتى على عدلتهم كمان يعني مش بتدوروا يعني حسين الشحات يبقى على عدلتهم نحت اليمين عبدالقادر بيعرف يعمل يشتغل بشكل كويس عشان يبقى ليك قدرة هجومية وكسافة هجومية وتقدر تشتغل وتستغل المهارات بتاعت الشحات ومهارات حمد عبدالقادر من بداية الماتش ما ينفعش تسيب الوقت يجري بيك فبالتالي تلجأ غصب عنك انت كالعيج ممت النهاردة لما قدامي ث ثلاث دقائق ما انا كل كرة اللعبة عالي خلاص انا عايز الساكند بول او عايز كرة عالية زي ما تحطت كده من حسين حسن للشريف فالشريف حطته في الجول سهلة انت كنت بتدور على واحدة زي دي لكن هل انت وانت بتشتغل الحتة دي هل انت عندك راس الحربة المحطة القوى اللي يطلع ياخد الكرة بتناغل ما عندكش حسين حسن ليس جاهز بنسبة مية في المياه تمام مش فت الدرجة انه يطلع من وسط اثنين تلاتة يلعب ورايح الكرة ويلعب الكرة في الجول شريف مش حتيته مش بتاعته فانت شريف بلعب في المرعب من الديئة بالزبط عشرين ملوش مكان في المرعب كرس حرب لان انت اعتمدت على الكرات الطولية انا كان ممكن اشتغل باجنحات اكتر اكتر عدد اللعيبة على اطراف المرعب وتحت وتحت الفروي يعني وجود حسام حسن وشريف حربة وشريف وشريف عشان تستغل لهم لازم تشتغل من على اطراف المرعب لازم ما كان سمو فيه طبعا ولازم كان يبقى عندك كمان واحد زي مجدي تسيب وبقى مكمل طالما نلعب اثنين راس حرب يبقى شغل اثنين طرفين ويبقى فيه بلاي ميكر من تحت يساعده خاصة في ظل الحالة البدنية اللي موجود عليها السلية انت كتب تعتمد على السلية كبلاي ميكر لما غيرت مجدي افشا هو البديل بتاعه مين اللي ممكن يعمل لك ثرو باس من نص ملعب زي ما بيعمل او الحاجات اللي من فوق هو عمر السلية عمر بعيد بعيد النهاردة مش في قمة مستوى مش في قمة اداءه فبالتالي كان لازم تعتمد على واحد زي مجدي افشا في نص ملعب هو اللي يعمل لك الحتة دي تمام عشان ما ما يجريش عمر السلية من الثمنتاشر للثمنتاشر عشان يعمل لك الثرو باس لا يبقى احنا استغل حتة مجدي افشا موجود او مجدي ما كانش في مستوى ماشي لكن طالما انا غيرت من طريقة اللعب يبقى لازم انا التغييرات بتاعتي تكون على مستوى طريقة اللعب يبقى يبقى عندي طرفين زي الشحات وعبدالقادر من بداية الشطط التاني اسيب مجدي افشا في نص ملعب يبقى عندي حلول من كل حتة عندي حلول من على اطراف الملعب عندي حلول من نص الملعب عندي حلول في في الناحية الجمعية عندي اثنين راسين حربة لو انت عاد تشغل بالشكل هذا. لكن كون ان انا بطلع افشي. وعندي عمر السولية وديانج. عمر السولية الحالة البدنية بتاعته لا تسمح. فبالتالي مش هقدر ينفذ لك اللي انت عايزه. والحاجات اللونجو باس اللي بيعملها دي. فما قدرتش تستغله. فبالتالي انت كل كوار راحة منين. راحة من عبد المنعم طلع كرة طويلة. ماشى بتاع ستين سبعين متر عالية. ما عندكش راسين الحربة اللي عندهم من القدرات والامكانات ان هما يطلعوا يقدروا من وسط الاثنين السردباجات او التلاتة او تكتر الدفاع الكبير او ده. انه يقدر يختف الكرة او يطبق كرة. يعني من وجهة نظر راجل فنية ان احنا افتقدنا الحلول الهجومية الشوت تاني. افتقدت الحلول بكل الترى. تمام يا كابتن انت النهاردة الشوت التاني حتى كمان. يعني انا معلش انا يعني انت ببعض الاوات يوبليك عطبة على المدير الفني في التغراب بتاعته. ها ماشي. هنقول ان الاهلي ماتش الهلال وبعدين ماتش الاتحاد. والنهاردة ماتش. ماتشات متتالية وربعضها عشان كده. يعني فرصة جيدة بالنسبة لنا اسبوع كامل للتحضير. باشيء جيد. مباراة الرجاء بإذن الله. ومباراة الرجاء يعني التعويض الامس لمباراة زي مباراة المصري دي. انا من نوجهة نظر الشخصية. لازم اللعيب والمدرب يكونوا في افوق حالة ليهم في ماتش رجاء. هو مستر مسلماني قال لا بديل عن الفوز. وقال جملة مهمة جدا تؤكد اللي انتو قلتوه. ان هو بيقول الحمد لله ان المباراة الاولانية في القاهرة. فالنادي الاهلي مش هيلجأ لتغيير اسلوب اللعب. زي ما حصل النهاردة. فالنادي الاهلي حيلعب باسلوبه. حلو. المعتاد عليه. يعني هتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد. ده كلامه. طيب. ده كلامه. على الفكرة ده اسلوب جميل. حلو. اسلوب جميل. بس لازم احتلعب بفول تيم بقى. احتلعب من اللعيبة الجهزة. اكيد. لعيبة النادي الاهلي طبعا كلها لعيبة. كلهم على قدرات ويمكنات كبيرة طبعا. لكن اللعيبة المستوى الاول. مش فكرة بس المستوى الاول يا كابتن شريف. انا معاك. بس انت بتدور على اللعيبة. اللعيب اللي هو عنده افر. اللي بيعرف يخش التمتاشر. اللي بيعرف يشوت. اللي بيعرف يجيب جول. تأهيق. يعني بيهيق لي كمان. اي. بعض اللعيبة اللي هي اوتو فورم اللي احنا بنكلم عنه. يعني بدخلي محمد شريف بقى الاسبوع ده. بشكل معين. اه لازم حيلعب ببيرستاو. حيلعب بمكسيوني. ما بص يا كابتن. في حاجات بتحفظ قدامنا. في نقطة. في نقطة نتكلم عليها بعد الفاصل. اه 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 هزاك بتقول ان انا عايزة لعب. انا مش هزا لعب. انا مش هزا لعب على بلال بس. لا لا. انا انا عايزة لعب اللي اللي يفيدني. واللي يخلص لي. بس نفترض ان اللعيب ده اصلا مش جاهز بدنيا. خلاص. تلعب بقى بأسلوب خدت بالك او تاكتكس معينة توصلك انك انك انت ما تبقاش خسارة جمده بقى يعني. لا ان شاء الله ما تبعش مصر جمده. وانت لا تختف المباراة عندك. وانت ليه كنت بتدور وبتغير اللعيبة ليه اصلا. الفترة اللي فاتت عشان مطش الرجاء. طبعا. انت حاطت اينيك على تشكيل وبتريح اللعيب عشان تلعب مطش الرجاء بالتشكيل انت عارفه. مصبوط. اه بس مش الرجاء بس هكتل ما انت كده هتخسن الدوري. انت لو لو النهاردة بتشتغل انك بتفكر في افريقيا بس. لا انت مباراة لتحكى ممكن توراة لتحكى بالخطوة الجاي. انا فهمك ما تلصب بالتي البالك. فاة الخطوة الجاية اين. فاتذ مهمة جدا في المسبالك. انا هم بالنسبالك. طبعا. 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 انا فهم طبعا. طبعا بوراطرا الجهب صعب جدا. خلينا. م abortive. ما كنت تلصب. عادلة العديد معثكر الاسموع الزي الجاي. ده. اه. بشامل. هم. جميع اللي احنا بقول له دا. بازني الله ورحموني.